كما استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان سعادة وزير خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة السيد أبو الحسن محمود علي والوفد المرافق له وخلال اللقاء أطلع حميدان وزير الخارجية البنجلادش على جهود مملكة البحرين في حماية القوى العاملة في القطاع الخاص من خلال الرقابة والإشراف على تطبيق تشريعات وقوانين العمل كما استمع الوفد الزائر إلى شرح حول أبرز المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال تطوير التشريعات الوطنية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية فضلا عن جهود تطوير وتحسين بيئة العمل وسلامتها وكذلك تنمية الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة وتحقيق مصالحهم على حد سواء من جانبها شد معالي السيد أبو الحسن محمود بإنجازات البحرين في المجال العمالي بما في ذلك تطبيق واستحداث منظومة القوانين الوطنية ذات الصلة بسوق العمل التي ترعى حقوق العمال وتوفر الحماية اللازمة لهم مشيرا إلى أن سوق وبيئة العمل في البحرين تشهد تطورا ملحوظا مبدئا رغبة حكومة بنجلاد شريط عزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين